السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب حتى ترضى الحمد لله رب بعد الرضا الحمد لله رب أبدا أبدا اللهم صلي وسلم وبركة سيدنا محمد وآله وصحبه وآله وسلم اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت السمي والحكيم اللهم لا سهل لم جعلته سهل وأنك لو شئت لجعلته الصعب سهل أبلايد اناتومي اوف زيورتر وطبع الأبلايد اناتومي ده زي ما انتم متعودين كل واحد بيشوف في جامعته هم عايزين ايه أو انهم مش عايزين الكلام ده خالص في الامتحانات ما تبقاش ضيع وقتك فيه بس لازم تعرف لازم تعرف الكلام ده حتى ينعفيدك بعدك هوا في حياتك بعدك هوا وانت بتاخد بقى فروع المختلفة من الطب بإذن الله أولا طبعا من أشهر أمراض اليورتر الحصوات لو لقيت حصوة كده في اليورتر يا جماعة لازم تاخد بالك إن حصوة اليورتر استونيورتر إز نوت استونيورتر إزاي يعني دي يا جماعة تسعة وتسعين في المية بتكون حصوة كوينة في الكيدني وحصل لها مايجريشان نزل تحت وهي نزلت تحت هتتحيش هارفين في واحدة من النورمال اناتوميكال كونستريكشن نزل اللي احنا أخدناه عند البلفيورتر عند الإنلتوف عند البلفيورتر عند البايفوركيشن في الإنتراميورال بارت ماشي اليومين بتاع اليورتر يا جماعة اتفق أنه أديق ستة ميلي وفي مناطق اللي احنا اتفقنا عليها دي كمان أديق يعتبر اليورتر يا جماعة في باسولوجي وأبنورمالي دايليتد لو وسع عنوان سانتي اليومين أوفزا يورتر لو أوسع من سانتي ده يبقى في باسولوجي يعني يورتر دستندد بمية اليورين يعني يبقى اسمها هيدرو يورتر أو بباس يبقى اسمه بايو يورتر ستون في اللور بارت أوفزا يورتر لو ستون في اللور بارت أوفزا يورتر يا جماعة لو ناخد بالنا هتلاقي نفسك جنب الاسكالسباين اللي بيتحس بالبي ار اجزامينيشن وعشان كده أول انت هتبقى هنا لو حطيت صباح هنا في الريكتم هيبقى يمينك وشمالك في يورتر واسكالسباين ممكن احس الستون اللي في اللور بارت أوفزا يورتر نباصل لاقيه الستون وهي نزلة في اليورتر دي هتعمل ايه؟ اولا بتعمل سبازم في اليورتر اليورتر بحاول يعمل بستالسيس جامدة قوي عشان يحاول يعد الطوبة ده هي زائد اكيد للاحظات على الاقل يعني هتتحشر كده ويبتدي البول يتجمع فوقها ففوق الحصوى بيتجمع البول فاليورتر بيحصل له ديستانشن أو السبازم في اليورتر أو الستون ميجريشن وهي ماشية ده كل ده بيعمل هايبر بريستالسيس والهايبر بريستالسيس دوا بيعملك بين اسمه يوريتيريك كوليك اليورتيريك كوليك أو اليورتيريك بين ده هوا يا جماعة حيسمع فين بيسمع في كل المنطقة اللي بيسمع في كل المنطقة اللي بالسبينا الكورد سيجمنت من المنطقة اللي بيسمع الواجع بيسمع هنا الواجع ده هوا بيبتدي فين؟ بيبتدي في اللوين اللوين يا جماعة اللي هي المنطقة اللي ما بين اللاستريب والإيليا كريست غير الرينة الأنجل فاللوين ده المنطقة كلها اللي في ظهرك هنا هوا ما بين اللاستريب والإيليا كريست ومن اللوين بقى من وره يسمع الواجع يسمع الواجع فين؟ في السكروتم أو ما يقبله في الستات السكروتم بيقبله في ستات اللي بياميجورة وبيسمع في منطقة الجروين والأبر بارت أوفزا ساي كل المنطقة دي سابلايت ب السباينال كورد سيجمينت من تي 11 لالتنين بالذات على فكرة التسميع دهيا في منطقة السكروطن والجروين دي ألونج الإليوينجوينال نيرف والجينيتو في مورال نيرف كمان الواجع ده هون يا جماعة الواجع ده هون ممكن يعمل لك ريفليكس ايه ريفليكس ده هون اسمه كريماستريك ريفليكس ده بيعمل كونتركشن في كريماستريك مصل فبيعمل إليفيشن أوفزا تستس عشان كده هون الواجع مميز قوي بتاع اللي جاي مليورتر ده بيكون بيبتدي في اللوين اللي هالضهرك ما بين اللاست ريب والإليا كريست ونازل يسمع في السكروتم أو الليبيا ميجورا وفي الجروين الجروين يا جماعة اللي هي المنطقة جاس تعباب وممكن كمان يسمع لك في الأبر بارت أوفزا ساي آآ ويعمل لك كريماستريك كونتركشن ده يروح رافع التستس لفوق ودي الاريا اللي سابلاي بالجنيتوفيمورال والإليو إنجوينال راديولوجيكالي بقى راديولوجيكالي الحصوات اللي في اليورتر في بلين اكس راي بلين اكس راي هي من رير السبغة ومن رير حي خالص تتوقع الستونز في اليورتر لو هي الستونز موجودة along the course of the order اللي هو فين لو لقيت الحصوات على tips of transversal processes of lumbar vertebra زي دي ما دي هي vertebra وده transversal process وعلى transversal process of lumbar vertebra يبقى دي أكيد يورترق ستون أو على الالة والساكرويلياك جوينت هاي الالة والساكرويلياك جوينت بلع الالة والساكرويلياك جوينت وعلى الميديا الاسبكت of زي اسكيال سباين اهي دي منطقة هاي الاسكيال سباين دي وده بتكون بالظبط في نصف تعريبا الاستابيولم وميديا الليج فده كل دول يوريتريك ستونز ممكن نشوف اليوريترا جماعة ب عند الطرق غري البيلينك سري هاتفقنا اهم انفستيكيشن لكل الحصوات اللي في الدنيا واهم انفستيكيشن دايما بليبتدي فيه في اليوريتراكت الالترا ساوند فطبعا الالترا ساوند فيه منتهى الاهمية وبيين لك كل الحصوات زي كمان ممكن نعمل غري البيلينك سري يا جماعة وتباين لنا برضو الحصوات ان انا اعمل اشعب السبغة اشعب السبغة بقى طبعا ده منظر الالترا ساوند بنحط الجيري كده هوا على جسم العيان ونمشي بالبروب دهيا البيضة دي اللي مساكها الدكتور وبيين لك هول يوريتر والحصوة الامورة دي اللي فيه اشعب بالسبغة بنحق ان السبغة وريد عشان كمان بيتقال على الاشع دي انترافينوس والسبغة دي هتمشي في طار الدم يلقطها الكيدني وتنزل السبغة في البلفي كاليسيل سيستم بعد كده على اليورتر وبعد كده على اليورينا بلدر وبالسبغة كده هوا نحن نصور الناتراكت كله عشان بتصور الناتراكت كله ممكن تقول عليها يورو جرافي جرافي يعني تصوير ويورو يعني صورنا الناتراكت فدي بيتقال عليها دي سيندينج يورو جرافي او انترا فينوس يورو جرافي طبعا دي سيندينج عشان السبغة جاية من فوق ماشي افرضوا عيان الكيدني بتاعته تعبانة ومش قادرة تنزل السبغة ومش عارفين نصور الناتراكت بالسبغة ممكن بقى من تحت اخش بمنزار من تحت واحقن السبغة في الناتراكت من تحت الفوق دي 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 تقال عليها السيندينج يورو جرافي ودايما هتلاقي بقى بين المنزار وبين الأسطرة والأسطر اللي انا ايه بحقن بها فدي الناتراكت السيتي سكان طبعا مهمة جدا في الورانية تراكت وطبعا الحصوات يعني هايف اقوى انا اعمل سيتي سكان في حصوة ما دي بتبان بالالترا سوى نضم 50 جنيه لكن السيتي سكان بتفيد اقوى على فكرة في الاوران بقى اوران في الورانية تراكت وبتاع تبقى مشكلة ولو ان انا اقوى ده دكتور هايف عمل السيتي عشان الحصوة ده هي ممكن نتفرج على اليوريتر من جوه اخش بمنزار واتفرج على اليوريتر من جوه واشوف الحصوات اللي فيه طبعا زي ما انتم عارفين اي منزار تبقى اوسكوبي ومنزار على اليوريتر يبقى اسمي يوريتروسكوبي يوريتروسكوبي وده على فكرة بيبقى دياجنوستيك شوفت الحصوة وسيرابيوتك بقدر اقفش في الحصوة دي اللي انا شايفها بالمنزار واشد الحصوة دي واطلع بيها فدي المنزار بيبقى دياجنوستيك وصيرابيوتك بتعرف اليوريتر ازاي؟ ديورينج اوبريشن ديورينج اوبريشن طبعا الخطوط الحمرة اللي ماشية بالطول عليه الخطوط الحمرة بالطول عليه واحنا حيال صغرين كده هو كان في برنامج كوميديو بتاع بتاع الخواجة بيجو كده هو نواة كان لزيز يقولك اخويا شلبي لابس الجلبية المخططة بحمر فده هو بالزبط زي الجلبية تاخد شلبي اللي ماشي عليها خطوط حمرة بالطول البلد فيسل زي الرنجد لونجو تيودينالي لانه اختلاق كل بلد فيسل بيدي السنينج برانش ودسنينج برانش يعمل انستموز مع الفيسل اللي فوقيه والفيسل اللي تحتيه فبندلك كده البلد فيسل زي ماشي يا بالطول زي طبعا لايخفى القمر اللاند مارك اللي اعدت احزاق لك فيه من اول اللي بتاع ده دي اهم لاند مارك على فكرة اوبريشن اليورتر وهو معدي على الباي فوركيشن اوف كومان اليك زايد بيني وبينك بقى اليورتر اصلا انبوع بيضة وصحيح مخططة كيبه احمر ولو بصيت عليها شوية احتيها بتلعب لان فيها بريستالسل ولو ضربت حقنة فيها وشفطت حيطلع لك حاجة سافرة فيها يونين طبعا اتفقنا الحادثة بقى الشهيرة اوعد تنساها اللي هي الحادثة بتاعت الهيستريكتومي بنشيل اليوترس اوعى الجراح الاحول بتاع الايه الهيستريكتومي ده وهو بربط اليوترين ارتري يعمل لايجيشن لليورتر أو يعمله إنجوي فيقطعه ااااا عن اتفقنا ان وهو ايه دا افالف ون واي فالف ودى حكما من حكم ربنا طريقة خلقي كده هو ايه الانتراميرا بارتوفذا افعر ديحة المخلوقة كده بدقة فاليوريترو فازايكل جانكشن اهي يوريترو اليوريتر فازايكل جانكشن دي فيها سفينكتر اسمها يوريترو فازايكل سفينكتر دي بتسمح بمرور اليورين من فوق لتحت بس ولا تسمح بمرور اليورين من اليوريتر من تحت الفوق لان زي ما اتفقنا السفينكتر دي ينمشي وبريبنت اي انها تمشي اليورين بالعكس ده اسمه والفن كله بالأبليكتي بالأبليك كورس جوه المسلز زي ما اتفقنا لو البريشة العيلي جوه البلادر البريشة بحيه على جوه البلادر ده بيضغط على بيضغط على بيضغط على الانتراميرال بارتوب اليوريتر ويسده فانت كل الطرق تؤدي ان البول يمشي في اتجاه واحد من فوق لتحته وليس العكس طبعا دايما بقول الاسيستانت بتاعي شد ريتراكتور ده شد ريتراكتور ده فانا مسلا عايزة شد اليوريتر عايزة شد اليوريتر عايزة شد اليوريتر يا جماعة واعمله ريتراكتور كده اجيبه على اليمين او اجيبه على الشمال في اي اوباريشن بقى مش شرط على اليوريتر يعني ممكن يكون بقى عمل عملية جانب اليوريتر واليوريتر عايزة ازيفه عن طريقي فاقول للاسيستانت شد ريتراكتور ده شد اليوريتر بعيد عن طريقي اليوريتر وانت بتشده عن طريقك خد بالك ان هو ممكن يعمل دامج للبلوت سابلايف زيوريتر ليدينج تو جانجرين او بيرفوريشن او بقى كبقى بعد العملية فنعمل ريتراكتشن يوريتر ده بقى لاترالي ولا ميديالي خد بالك البلوت سابلايف اوف زيوريتر في الابدومينال بارت جاي فروم ميديال ولا جاي لاترال بص كده شايفين يا جماعة هو ده الابدومينال بارت اوف زيوريتر والبلوت سابلايف بتاعه جاي فروم ميديال ولا فروم لاترال جاي له طبعا من الرينا الارتري اهو ومن التستيكولار ارتري اهو ومن الابورت اهو فالابدومينال بارت جاي الدم من الميديال اسبكت وحسيبك بقى الموخك تحب تعمل ريتراكشن لاترالي ولا ميديالي برافو عليه اعمل ريتراكشن لاترالي حتروح مفرقع كل البلوت سابلايف جاي من الميديال اسبكت ويبقى خربتها وقعدت على تلها فالابدومينال بارت اوف زيوريتر عايز تزيحه تزيحه ميديالي نحية البلوت سابلايف بتاعه البلوفيك بارت بالعكس البلوفيك بارت بقى بالعكس البلوت سابلايف للبلوفيك بارت جاي فروم لاترال تو ميديال يبقى تحب تزيح اليوريتر وتعمل ريتراكشن ميديالي ولا لاترالي خلاص انت اتعصد بقى من اللي انا دحكت عليك فيها اللي فاتت لازم طبعا اليوريتر نزيحه نحية البلوت سابلايف بتاعه فنعمله ريتراكشن لاترالي مش ميديالي لانك عملت له ريتراكشن ميديالي هتفرقع كل البلوت سابلايف بتاعه يحصل له بعد كوان جانجرين وبرفوريشن وليكيج وفورين ونصاب ممكن تموت العين نبوص نلاقي الكتير او احنا بنعمل عمليات او احنا بنعمل اشعة بيطلع لنا بالصدفة هي ده العيان عنده كومانست كونجينيتا الانومالي في ريتراكت الكومانست كونجينيتا الانومالي سوري في اليوريتر بالذات طبعا مش في ريتراكت كله ان العيان ده وان يكون عنده اتنين رينال بلوز نازل منهم اتنين يوريتر والاثنين يوريتر بعد كده من بقى الله هو اعلم الصراحة هيعمله ايه ممكن يفتحوا كده سيبرتلي في رينال بلوز بس كتير اوى على فكرة بعدما كانو اتنين يوريتر تبوص دايوم في الآخر التحد وبقى واحد يفتح في اليوران بلوز فels ده ده دي تعطبر كومانست كونجينيتا الانومالي اوفendes يوريتر كومانست كونجينيتا الانومالي ودي على فكرة تعيش بيها عادي يعني تعيش وتنوت بيها عادي من غير ما يحصل لك أي حاجة وبتكون ومش مدية أعراض وتكتشف بالصدفة في أشعة ويبعدها بتاع اليورتر